السلام عليكم ورحمة الله اليوم في هذا المقطع سأشارككم طريقة حل عدم ظهور توجيه النص في برنامج الإلوسترايتر بالخصوص نبدأ على بركة الله الطريقة الأولى سهلة جدا نذهب إلى تطبيق Creative Cloud أنصحكم بتحميل البرامج دائما من هذا التطبيق أذهب إلى هذا المكان Preferences وأختار هنا English يدعم العربية إذا اخترت English يدعم العربية فأتأكد أن القائمة ستظهر 90% ولكن إذا حملت النسخة English International في الأول وبعدها وضعت هذه ربما قد لا تعمل بالنسبة لبعض الناس ولكن إذا عملت رجعت هنا وعملت هنا بعدها أختار Preferences وأختار هنا English يدعم العربية وبدأت مجددا بالتحميل فأكون متأكد أن القائمة ستظهر هذا بالنسبة للطريقة الأولى إن لم تعمل هذه الطريقة سنعمل على الطريقة اليدوية أنا حملت النسخة الداعمة للعربية وحملت النسخة الإنجليزية العادية ووجدت أن النسخة العربية بها ملفات زائدة وعملت على فلترتها وجمعتها لكم في هذا الملف على هذا الشكل سنرى الطريقة ثلاث مجلدات بها عدد كبير لا بأس به من الملفات المهم سنعمل على الطريقة بعد رؤية الطريقة في الفوتوشوب بالنسبة للفوتوشوب الطريقة سهلة أذهب إلى Type Language Option وأذهب إلى Middle Eastern Future تلاحظون أنها غير مفاعلة إذا كانت غير مفاعلة فأذهب إلى Edit Preferences Type بعدها أختار هذا الاختيار أوكي بعدها أرجع إلى Type Language Option تلاحظون أنها تفاعلت ولاحظوا معي هنا لا تظهر أذهب Option أختار هذا الاختيار تلاحظون تفاعلت أوتوماتيكيا يعني الفوتوشوب الطريقة سهلة جدا أذهب إلى Illustrator أنا جربتها في Illustrator 2017 وال2018 تلاحظون أن الاتجاه لا يظهر وكذلك هنا في البراغراف لا يظهر أذهب إلى النسخة الأخرى كذلك هنا لا يظهر ولا تظهر هنا أغلق البرامج بعدها أذهب إلى هذه الملفات أذهب C Program File وإذا كانت النسخة 34 أذهب إلى هذا الملف X86 أذهب إلى Program File لأن عندي نسخة 64 أذهب إلى هنا Adobe Adobe أذهب إلى هذه النسخة وأقوم بسحب هذه الملفات بها الملفات الخاصة باللغة العربية أنا جمعتها لكم أقوم بـ Continue أوكي بهذا الشكل وأذهب حتى للنسخة 2018 وبنفس الطريقة أعمل سحب للملفات بهذا الشكل بالنسبة للماك لم أعمل على الطريقة وجربتها ولكن لم تنجح مع الماك وإذا لقيت نتفاعل كبير إن شاء الله أجمع لكم ملفات الملفات الخاصة بالماك بنسخة الماك أضغط هذا الشكل أفتح البرنامجين من جديد تلاحظون هنا تفعالت وتظهر في هذا المكان أتي إلى هذا المكان وكما تلاحظون النسخة 2017 تظهر بها على هذا الشكل نجرب في النسخة الثانية تلاحظون ظهور التجاه كذلك هنا إذا ذهبت إلى هذا المكان تلاحظون أنها ظهرت بهذا الشكل وهكذا نكون انتهينا من مشكل الإوليس ريسور وعدم ظهور توجيه النص في البرنامج سأترك لكم رابط تحميل الملفات في آخر الفيديو وكذلك تحت الفيديو صراحة بحثت عن الطريقة في الأنترنت كثيرا ولكن لم أجد أحد تحدث عن الحل الجدري والحمد لله توصلت إلى فلترة الملفات الخاصة فقط بالعربية وتعبت كثيرا في جمعها ولهذا أسألكم دعمي بلايك ودعم هذا الفيديو ليصل لأكبر عدد من المصممين وكذلك أنشروه بالنسبة لمن يعاني من هذا المشكل وإذا كنتم جدد في القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم مبدعين ترجمة نانسي قنقر